أهلاً ومرحباً بكم في حلقة جديدة النهاردة هنتكلم عن طقم ممتاز اقتصادي طقم أسنان عالي الثبات وبدأق على كلمة اقتصادي لأن في ناس كتير قالت لي يا دكتور بتكلمين عن أطقم أسنان عالية الثبات مثبتة أو محملة على ذراعات أو براغي أو إيمبلانس ولكن بتبقى عدد الإيمبلانس أو الذراعات كبير والتكلفة بتبقى عالية وإحنا حالتنا الصحية والمادية لا تسمح بمثل هذه التقنيات العالية طبعاً ناس كتير بتشتكي من طقم الأسنان التقليدي العادي المتحرك سواء علوي أو سفلي كامل أو جزئي من مشكلة عدم الثبات إن الطقم بيتحرك في الفم مش عارفين يأكلوا بيه يتكلموا بيه مرسوا بيه حياتهم الطبيعية وحاولوا التعديل والطبطين واستخدام اللاصق وبرضه مش بيحصلوا على الثبات المردي النهاردة هنتكلم عن طقم أسنان عالي الثبات يسمى يعني إيه؟ يعني طقم أسنان محمل على ذرعتين صغيرتين وليه أنا بدأ على إن الزرعات صغيرة لإن الزرعات الصغيرة هي اللي بتكون اقتصادية وفي نفس الوقت شروط وضعها بتبقى أقل بكتير من الزرعات التقليدية العادية الطويلة وهنا هنستخدم ذرعتين فقط وطبعا بتديني درجات ثبات عالية جدا ومرضية جدا لطقم الأسنان هتقدر تعيش حياتك الطبيعية تقدر تاكل تقدر تشرب تقدر تتكلم ويبقى طبعا ثباته أعلى بكتير من طقم الأسنان التقليدي العادي المتحرك بنعمل إيه؟ زي ما أنتوا شايفين في الصور بيتم وضع ذرعتين في الفك السفلي لتحميل طقم أسنان كامل سفلي عليها بالنسبة لطقم الأسنان العلوي بنفضل إن إحنا نحط على الأقل ثلاث زرعات ونحمل عليها طقم أسنان كامل علوي ممكن برضو نعملها لأطقم الأسنان الجزئية ولكن النهاردة أنا هتكلم أكتر على طقم الأسنان الكامل الخطوات باختصار إن الطبيب بيقعد جلسة مع المريض ويبتدي ياخد الأشعة والتحاليل بتاعته إن كانت تنطبق عليه شروط الزراعة وهنا بأكد إن شروط زراعة الغرسات الميني اللي هي صغيرة الحجم بتكون الشروط أقل شوية يعني مش لازم يبقى عندي كميات عظم كبيرة قوي في الفك علشان أذرع زرعتين ميني صغيرين فلكن يعني لو في تآكل في عظام الفك ممكن برضو أعمل الزرعتين لإن بيكونوا صغيرتين الحجم ولكن ما زالت شروط الزراعة موجودة إن ما كونش مدخن شارع أو عندي سيولة في الدم أو عندي مرض السكري غير مسيطر عليه أو باخد أدوية هشاشة لسنين طويلة جدا يعني الشروط العامة بتكون أقل شوية ولكن لابد من احترام الشروط علشان إن الزراعة برضو تنجح معي في جلسة تانية بيتم وضع زراعات الميني في الفك السفلي أو الزراعات في الفك العلوي أي أن كان وبندي للمريض فترة من أربع لست شهور علشان الزراعات دي يحصل فيها حاجة اسمها أوسيو انتجريشن علشان تثبت في الفك ويبتدي الفك يبني عظم حوالين الزراعة وتبتدي الزراعة تلتحم مع عظام الفك في الفترة دي ممكن ألبس تركيبة متحركة لو أنا عايز مؤقتة فورية ممكن ألبسها كحاجة مؤقتة قدر أكل بيها لغاية لما فترة الأربع شهور أو الست شهور تعدي على خير بعد كده بعمل التركيبة المتحركة المحملة على الزراعات الدائمة كلمة أوفر دانشر يعني طقم أسنان متحرك يعني أقدر ألبسه وأخلعه ولكن بيبقى محمل على الزراعة بيدخل بالكبس فبيديني درجات ثبات عالية جدا ده غير طقم الأسنان الثابت الدائم اللي المريض مايقدرش يشيله من الفم مايقدرش يلبسه ويخلعه ده حاجة تانية النهار ده أنا بتكلم على أوفر دانشر يعني طقم أسنان محمل على الزراعات أقدر ألبسه وأخلعه بنفسي في البيت إزاي الطقم بيدخل بالكبس على الزراعات ديت زي ما أنتو شايفين الزراعات بتبقى فيها بروز برزة في الفم وطقم الأسنان بيبقى مصمم إنه فيه زي ثقبين أو فيه فجوتين الفجوتين بيدخلوا مع البروز اللي موجود في الزرعة بيعمل زي طق أو يدخل بالكبس ويديني درجات ثبات عالية جدا لطقم الأسنان ممكن الكبس ديت أو العشق والمعشوق أو الذكر ونتايا نبدلهم بماجنت بمغناطيس يعني بحط قطب من المغناطيس في الزرعة والقطب الثاني فيه قاعدة الطقم من الداخل فلما الطقم يقرب من الزرعة ينجذبوا البعض بالمغناطيس وبرضو هيديني درجات ثبات عالية جدا إيه هي مميزات طقم الأسنان دو طبعا هو طقم أسنان يعتبر من أطقم الأسنان عالية الزرعات لأنه بيدخل بالكبس مع الزرعات وبيديني ثبات مرضي جدا لتركيبات الأسنان المتحركة ولكن الناس تسألني يا دكتور هل هيديني درجات ثبات عالية جدا الحقيقة أنه هيدي درجات ثبات عالية ومرضية ولكن لو أنت عايز درجات ثبات أعلى يبقى هتعمل طقم الأسنان الكل على أربعة يعني هتحط أربعة ذرعات أو هتحط ست ذرعات أكيد هيديني ثبات أعلى بكتير من طقم الأسنان المصمم على زرعتين ولكن إحنا بنتكلم على الناس اللي عندها مشاكل مادية ومشاكل صحية وفي نفس الوقت عايزة طقم أسنان عالي الثبات مردي تقدر تعيش بي حياتها الطبيعية ميزة تانية كمان إن طقم الأسنان المحمل على زرعات طالما حطيت زرعات الزرعات بتحافظ على عظام الفك من التآكل وبتقلل من دمور اللثة وبالتالي بتحافظ شوية على شكل الوجه طيب الناس تسألني يا دكتور هل شكل وشي مش هيتغير هل مش هيحصل تآكل في عظام الفك طالما حطيت زرعتين برضو أرجع وأقول طبعا هيحافظ على عظام الفك من التآكل بنسبة كبيرة ولكن افتكر إنك برضو مش حاطت ولا أربع زرعات ولا ست زرعات عايز تحافظ أكتر على عظام الفك من التآكل هتحط أربع زرعات أو ست زرعات هتديني نتيجة أفضل ولكن برضو أرجع وأقول إحنا بنعمل هنا الطقم دوت اقتصادي للناس الغير مقتدرة وعايزة تعيش حياة طبيعية في ميزة تانية ولكن ربما تكون عيب بالنسبة لناس آخرين في ناس تقول يا دكتور أنا بالنسبة لي الطقم المتحرك أو المحمل على الزرعة أفضل بكتير من طقم الأسنان الثابت قدام لأن طقم الأسنان الأوفر دانشر المحمل على الزرعة أقدر ألبسه أخلعه وقت ما أنا عايز أقدر أنضفه أشوفه أنا بنضفه وأقدر أخلعه قبل ما نام ففي ناس بالنسبة لها أن طقم الأسنان اللي بيتلبس ويتخلع بنفسها في البيت ده بيبقى ميزة أكتر بالنسبة لها على النقيد في ناس تانية بتفضل طبعا أن طقم الأسنان يبقى ثابت دائم متثبت فيه الفم كأنها أسنانها الطبيعية ما يتلبسش ويتخلع كل شوية وتتعامل معاه زي أسنانها الطبيعية ده طبعا بيبقى اختلافات شخصية والعامل النفسي بيتحكم أكتر في الاختيار ميزة تانية برضو أنه اقتصادي طبعا هو أغلى من طقم الأسنان المتحرك التقليدي العادي اللي احنا بنعمله ولكن هو أرخص نوع في أطقم الأسنان المحملة على الزراعات أو الأوفردنشر ده يعتبر أرخص نوع لأنه متحمل على أقل عدد من الزراعات وفي نفس الوقت الزراعات بتبقى ميني أو صغيرة الحجم اللي هي سعرها بيبقى أرخص من الزراعات التقليدية الأسئلة اللي دايما بتسألوها يا دكتور هل متوفر في كل الدول الحقيقة أنه هو متوفر في أغلب الدول لأنه هو طقم سهل وبسيط اقتصادي موجود في مصر طبعا من زمان موجود في المغرب العربي في الخليج العربي طبعا موجود في أوروبا في أمريكا طبعا متاح وسهل وبسيط المهم أني أتوجه لطبيب متخصص في تركيبات الأسنان المتحركة وفي نفس الوقت متخصص في الزراعة يكون مهر بالنسبة للأسعار طبعا أنا مش هقدر أقول أسعار لأن الأسعار بتختلف من دولة لأخرى ومن طبيب لآخر كل طبيب طبعا له كامل الحرية في وضع الأسعار اللي تناسبه كمان نوع الزرعة فيه زرعات ألماني فيه سويسري فيه فرنسي فيه انجليزي فيه مصري كمان فطبعا نوع الزرعة وخامة الطقم وخامة الأسنان كل ده بيتحكم فيه الأسعار فلابد من الرجوع والاتفاق مع الأطباء لديكم أتمنى تكونوا استفدتم من حلقة النهاردة أي سؤال أو استشارة طبية اكتبوا لي فيه التعليقات برد عليكم بنفسي واشوفكم في حلقة قادمة إن شاء الله